اشتركوا في القناة مثل انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم منذ ديسمبر الماضي دفعة قوية تجاه تحقيق المناعة المجتمعية عبر اللقاحات وكان لتوجيهة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الجرعات اليومية في 31 مركزا للتطعيم كان لها الاثر الكبير في تحقيق الارقام التي وصلت لها مملكة البحرين ومع كل هذه الجهود المبذولة يستمر عمل فريق البحرين في الصغوف الامامية من خلال الرعاية الصحية المقدمة وعمليات فحوصات البي سي آر حيث دشنت البحرين ثلاثة مراكز للفحص من المركبات كان اخرها في محافظة المحرق لتجاوز عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خمسة ملايين فحص في خطوة ساهمت في الوصول الى الحالات بشكل مبكر وتعتبر القرارات الدورية التي يتم الاعلان عنها ذات اثر مهم في تفادي تفاقم الازمة فالقرارات المبنية على البيانات الكيفية والكمية هي قرارات مدرسة من قبل فريق البحرين الذي يحرص علاوة على تحديثها وفق المستجدات على الاعلان عنها من خلال مؤتمرات صحفية يعقدها بشكل دوري بالاضافة الى نشرها عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومة الموثوقة الى كافة شرائح المجتمع والتي كان اخرها الاعلان عن نظام الاشارة الضوئية والتي تدل على نسب انتشار معينة واجراءات متخذة لكل لون من الالوان وبناء على كل ما تم اتخاذه من قبل فريق البحرين سجلت مملكة البحرين في الايام الاخيرة ادنى عدد للاصابات منذ ديسمبر الماضي بعد الارتفاع غير المسبوق في الحالات القائمة في الشهرين الماضيين وهو الامر الذي يستلزم موساطة الالتزام بكافة القارات المعلنة عنها